حياكم الله مشاهدين الكرام عريف العرب بأنهم أفصح من كتب الشعر حيث اشتهر الكثير من الشعراء العربي خصائدهم الخالدة في برنامج أماسي نحتفي اليوم باليوم العالمي للغة العربية باستضافة أحد ضيوف بيت الشعر ألا وهو الشاعر الدكتور سعود اليوسف من المملكة العربية السعودية شقيقة مساك الله بالخير وحياك الله في بلدك الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة مساك الله برضى والعافية وأهلا وسهلا بك دكتور في الحقيقة قبل ما أدخل في مجالات الشعر وفي تكوين شخصية الشاعر ومدى تأثرة في بيئته ويمكن سؤالي الأول يتعلق في هذا المحور حدثني عن الأمسية كيف كانت؟ طبعا في نظري أنا جربت أمسيات كثيرة أظن أن هذه الأمسية كانت من أكثرها أريحية ما شاء الله أولا هي فرصة طبعا الآن لأن أشكر الأستاذ الشاعر الغريد محمد البريكي على هذه الدعوة الكريمة نعم أظن أن المكان الذي أقيمت فيه الأمسية هو الذي أكسبها هذه الأريحية وهذه البسيطة في بيت الشعر نعم في الشارقة نعم بيت قديم وهكذا صمم أو اتخذ ألي يكون مقرر لبيت الشعر وفيه أقيمة الأمسية صحيح ببساطة جعلتنا نحتفي بهذا الشعر الذي أحيانا يؤخذ على أنه شعر رسمي نراه شعرا بسيطا قريبا في لغته وقريبا حتى في إلقائنا يعني المكان نفسه صحيح أكسبنا الأريحية وأكسبنا البساطة صحيح صحيح الشاعر دكتور يتأثر ببيئته هل أثر كذلك ذلك يعني على تكوين شخصيتك الشعرية دكتور بلا شك أن الإنسان حتى في علم الاجتماع هو ابن بيئته في بيئتي الحقيقة لم تكن بيئتي الصغيرة التي هي العائلة بيئة شعرية كانت جدتي رحمها الله شاعرة لكنني لم أتأثر بها لأنها أولا توفيث رحمها الله قبل أن أولد ثم إنها هي شاعرة عامية لكن بيئتي الصغيرة لم تكن أصلا بيئة شعرية ولم تكن تحتفي بالشعر أنا وجدت نفسي أصلا في المرحلة متوسطة أميل إلى اللغة العربية وإلى الشعر خاصة في المرحلة الثانوية بدأت أكتب بالشعر لكنه شعر يعتوره الضعف الذي يعتور طفولة شعر كل شعر ضعف البدايات الأخطاء اللغوية الكسور في الوزن أزعم أنني نضجت في المرحلة الجامعية لأنني كنت طالبا في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام البيئة طبعا في كلية اللغة العربية هي بيئة الأدب وبيئة اللغة وصقلت موهبتي هناك كنت أعرض القصائد على أساتذتي وكانوا كراما بالمشهورة جميل جدا دكتور عندنا في الحقيقة بعض الأسئلة مرتبطة بمحاور متعددة لكن عادة أننا لا نثقل على كاهل ضيوفنا وتحديدا الشعراء بالأسئلة بنفس القدر التي نود أن نستمع فيه إلى بعض من قصائدهم هذه قصيدة عنوانها معلقة اللثغات إلى سكرة البيت فراس وقد أكمل عامه الأول ومشينا جميعا بخطواته الأول آمين و جئت كأحلامنا المقمرة و مثل صباحاتنا الممطرة أيا ظلي اللاثغة إذ دهرت لأمسي معزوفة مقفرة و صار بك البيت أحلى وأحلى أوجه كذلك أم سكرة عزفت لنا ضحكة ضحكة بثغرك سبحان من بلوره و ها نحن حولك مثل السكارة بكأس طفولتك المسكرة فكم ننتشي طربا حين تلقي علينا معلقة الثرثرة خطوتا فكم نبتت من خطاك حدائق وارفة مزهرة و كم ذا امتطيت الوسائد حتى كأنك في زهوه عن تره و تأتي كعاصفة من صراخ لتلغي سكينتنا المهدرة و تأتي كعاصفة من صراخ و تلغي سكينتنا المهدرة و تصرخ تصرخ ما ذا نبنا إذا أفلتت من يديك الكرة صنعت الكوارث في بيتنا أكان لك البيت مستعمرة فمتهم أنت إن جاء يبكي زياد إذا لم يجد دفترة و من كان نثر ألوانه و من كان قد كسر المسطرة و متهم في يديك دليل بإتلافك الروجة و المسكرة تبعثر كل الأثاث و تأتي تباهي بأنك من بعثره فذنبي أنك أعذب طفل و أعذب طفل لك المغفرة الله يحرضه يا رب يخليه لك إياه مجال الشعر دكتور واسع في الحقيقة كما هي ألوان الشعر و بحور الشعر أي الألوان يميل لها الشعر الدكتور طبعا الميل هو الآن لو تتبعنا الشعر لو وجدنا أن الشعر العمودي بدأ يعود إلى الصدارة و أن القصيدة الفصيحة في نظري أنا لا تكاد تكتمل إلا في القصيدة العمودية هذا في نظري أنا صحيح طبعا إذا أردنا أن نقول ما الذي يختاره الشعر أو كذا سندخل الآن في جدال هل الشعر يختار الوزن أو لا يختاره مثلا لكن أنا بالنسبة كبيرة الشاعر لا يختار القصيدة لأن الشاعر تجيش شاعريته على المثال الأجود كما يقول أحد النقات صحيح إلا أنه في حالات يسيرة قد يختار أحيانا يتعمد أن ينظم على وزن معين أو نمط معين كان يكون عمودي أو تفعيله و ربما في قصائد العارضات لا البحر يعني مفروض عليك أن تكتب مثلا على البحر الفلاني الذي عليه القصيدة التي ستعارضها صحيح لكن مثلا في قصائد الاحتفالات و المناسبات و الترحيب و كذا عادة لا يختار الشاعر إلا القصائد العمودية لأنها تناسب الموقف الخطابي و الجلجلة في الإلقاء صحيح نادرا أن تجد قصيدة في الاحتفال تفعيلية أكيد طيب دكتور يعني العرب اشتهروا بالتأكيد بالشعر الفصيح منذ القدم اختلفت مكانة هذا الشعر الفصيح باختلاف العصور يعني باختلاف العصور التي ظهرت فيها اليوم دكتور نريد أن نتعرف عن مكانة الشعر الفصيح في وقتنا الحاضر طيب سنبدأ منذ القدم أول ما مكانة الشعر في السابق كان الشاعر هو لسان القبيلة و هو ربما حتى لسان المجتمعي يعني و كان هو المؤرخ لأن المؤرخين عادة يلجأون إلى الشعر لمعرفة الأحداث التاريخية والاجتماعية التي مر بها ذلك العصر لأن الشعر يؤرخ و يسجل الأحداث و لذلك كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول الشعر ديوان العرب يسجل مآثرهم و ما إلى ذلك و حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعين بحسان بن ثابت للدفاع عن الإسلام صحيح في العصر الحديث لم تعد هذه مهمة الشعر الآن الإعلام هو الذي الإعلام سواء المقروع أو المكتوب هو الذي أخذ المجال لتسجيل الوقاعة و الأحداث الشعر بقيت له الآن المهمة التأثيرية في النفس بمعنى قد يأتي مثلا شخص لديه مشكلة عاطفية معينة أو يمر بحالة توتر أو حزن فيقرأ قصيدة فيجد أن هذه القصيدة قد يعني تعبر عنه تعبرت عن موقفه و قد أيضا كانت سلوانا له وتعزيه صحيح طيب لكن لا يمكن أن تكون لها ذاك التأثير السابق إذا كان قديما يقال أن قبيلة أسلمت بسبب بيت الآن لا أظن أن الشعر له ذلك التأثير صحيح طيب يعني دكتور دعنا نتوقف عند القصيدة الفصيحة بما أن حاليا حوارنا جلة يركز على قصيدة الفصيحة ما هي مقاومات القصيدة الفصيحة دكتور المقاومات التي تكتمل بها القصيدة الفصيحة طبعا من أهم الشروط هو الوزن لكن يبقى عندنا شرط الفنية يعني أن تكتب شعرا موزونا سنقول عنه الشعر لكن هل هو شعر جيد أم شعر دون ذلك هذا سنختلف الآن بناء على الطريقة التي أنت كتبت بها صحيح الآن الشعر الحديث حتى وإن كان عموديا أو تنظريا كما يقال يحتفي دائما بالتكثيف والتعبير بالصورة التعبير المباشر الآن سيقال به عن قصيدتك أنها قصيدة تقريرية أو خطابية مباشرة ولذلك كثير من الشعراء الآن يلجأون إلى التعبير بالصورة وتكثيف هذه الصورة أما التعبير المباشر فهذا هو الذي يجعل الشعر تقريريا مباشرا صحيح سأتطرق إلى الشعر النبطي والكتابة باللهجة العامية ومقارنة كذلك ما بين الشعر النبطي والشعر الفصيح لكن يعني يفرض علينا الوقت أن نستمع إلى قصيدة أخرى لو سمح أناقة فوضى بيني وبيني لا اختلاف ولا شبه أنا صيغة الفوضى تجيء مرتبة أنا حيث من دلقت خطايا نبت لا آسى على كسل الدروب المجدبة بعضي شتات لست أنكره وهل فلك تكامل وهو ينكر كوكبه بحيرة الظل الغريب كأنني فأس السؤال بغابة من أجوبه بخيبة البحار هادن موجه وارتد مزهوا وعاد مركبه ما كان خيل للسراب خريره أنا كنت قد أوهمته أن أشربه أجلت ذاتي ذكرياتي والصبا سحر الأمان أن تظل مغيبة هو عالم الشعراء كون طقوسهم فن جراحهم أساهم موهبة ولقد تبنيت العذاب تبنيا أوليس أعذب ما نقاسي أكذبه خطأ الشروق إذا استبد بروحه معنى الليالي أو تصنع مغربه وأشد ما يلقى الرماد إذا بدت ذكرى اللظى تحكي عليه تلهبه لم أبتهج في يوم ميلادي و بي شغف أرى يوما رحيلي لأندبه هالله هالله صح لسانك دكتور صح بدنك دكتور يعني بعض النقاد والأدباء يدعون بأن كتابة الشعر النبطي أصعب من الشعر الفصيح هل هذا الأمر صحيح دكتور طيب هذا الأمر سنخضعه الآن إلى سؤال ما هي القيود التي يتقيد بها الشاعر عادة لدينا قيد الوزن وربما قيد القاف يفر الشعر العمودي صحيح ولدينا قيد اللغة لدينا لغة نحوية ولدينا الصرف ولدينا أيضا بعض الأخطاء اللغوية أو الأمور اللغوية التي لا يسمح بها أو لا تسمح بها الفصحة هل الشعر العمودي عفوا هل الشعر العامي يخضع للغة النحوية والأوزان الصرفية والأخطاء اللغوية أم لا الشاعر الفصيح مثلا في كلمة يا حبيبي ملزم أن يقول يا حبيبي أما الشاعر العامي فلو جئنا مثلا في أحد الأبيات اضطر إلى أن يقول يا حبيبي سيقول يا حبيبي ولو اضطر أن يقول يا حبيبي سيقول يا حبيبي فهو في خيار أن يعبث باللغة كيف شاء أما الشاعر الفصيح فهو مقيد بلغة نحوية وصرفية ويعني عبارات لا تعد أخطاء نحوية وإنما تعد أخطاء لغوية صحيح مناحي الحياة في تطور مستمر جميع مناحي الحياة كذلك هي الفنون ومن ضمنها الشعر فهل ينطبق ذلك على الشعر يعني خلنا نقيسها دكتور من جانب وسائل التواصل الاجتماعي في السابق كان الشعراء يتباهون بالقصائد الطويلة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح تركيز الشعراء على الأبيات القصيرة جدا حتى يرضو بها هذه الفئة التي اليوم أصبحت فئة لا يسآن بها فئة كبيرة هي من متابع وسائل التواصل الاجتماعي هذا إذا قسنا التطور بدخول تكنولوجيا الحديثة أو وسائل التواصل الاجتماعي أنت بالفعل هل ترى بأن الشعر متطور؟ الشعر بلا شك متطور وهو يخطع دائما لتطور المجتمعات كان الشعر في بدايته عموديا وكانت القصائد طويلة ثم بدأنا حين وصلنا إلى العصر الحديث نعم العصر الحديث دخلنا في قصائد التفعيلة يعني ابتعدنا الآن عن القافية بقي عندنا الوزن طبعا في الأندلس كانت الموشحات ثم توقفت تقريبا وأعادها شعر الإحياء في مصر جئنا إلى شعر التفعيلة ثم دخل نمط يسمونه قصيدة النثر وهو طبعا ليس شعرا هو نثر ثم بدأ الناس ينسحبون عن قصيدة النثر ويتخلون بعض الشيء عن الشعر التفعيلي هذا وعاد الشعر العمودي إلى وهجه الآن يكاد يكون هو المسيطر حين دخلت التقنية الحديثة الشاعر اضطر إلى أن يقصر قصائده التي يكتبها مباشرة في مثلا تويتر صحيح بحيث أن تكون بيتين الآن بعد أن أصبح تويتر طويلا يعني تضاعف عدد الحروف صحيح أصبحت القصائد أطول بدل ما تكون نتفا من بيتين صحيح أصبحت الآن أربعة أو ربما خمسة صحيح إلا أن الشعراء الذين يعول عليهم كثيرا هم لا يكتبون قصائدهم أصلا مباشرة في تويتر هي قصائد يكتبونها ثم ينزلونها على تغريدات متوالية صحيح هذا أخذ نمطا وخضع لبعض الدراسات النقدية وأتذكر بعضها عندنا في المملكة قامت على دراسة الشعر الذي بدأ مع التقنية صحيح داهم للوقت سريعا سنستمع إلى قصيدة ختامية إن شاء الله ما يمليه الرحيل وتكتبه خطاهم ما ودعوك وما تزال تلوح متهيئ أبدا لأنك تجرح أنهكت تحتطب الشعور لدفئهم وتعبت في صحراء قلبك تكدح أو قدت شوقك في ظلام رحيلهم للعابرين لعل قلبك يلمح لفت ضجيج الدرب صمتك وحده لفت انتباههم وصمتك أفصح مر كذاكرة اليتيم وقفت إذ دبت طيوف العيد تسأل لوحوا وفررت للأمس البهي بحثت عن معناك في كتب الجوى تتصفح ما ثم من ذكرى طفولتكم سوى قلب على أطيافهم يتأرجع وهواك أغراهم بجرحك طالما أغرى القطاف الورد إذ يتفتح ها أنت وحدك حيث لا مضمار لا أحد هنا فعلى ما خيلك تضبح بمعارك الأشواق أوها فارس قلب نجدد التحية لكم مشاهدين الكرام ونمسي بالخير على كل من ننضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات وضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر نظم بيت الشعر التابع لدائرة الثقافة بحكومة الشارقة أمسية شعرية بعنوان اليوم العالمي للغة العربية زميلتنا عبير النقبي حضرت الأمسية وعدت لنا هذا التقرير لغتنا العربية هي ميراث يحوي تاريخا عميقا تعزز قيمنا وتاريخنا العريق وإيمانا بأهميتها وضرورة المحافظة عليها نظم بيت الشعر في الشارقة بدائرة الثقافة أمسية شعرية تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يحتفي بها كلغة جامعة للعرب شارك فيها الشعراء علي العبدان من الإمارات الدكتور سعود اليوسف من السعودية طلال النوتكي من سلطنة عمان وعبلة جابر من فلسطين هذا اليوم المميز في احتفالية بيت الشعر بهذا اليوم بيوم اللغة العربية الشعر أولا لأن الشعر هو حد ركايز وعمدة هذه اللغة الأمة العربية تتفاخر دائما باللغة العربية وبالشعر والشعر هو رافض أيضا وإذا أشكل أيضا على العرب شيء فيلتمسون في الشعر أيضا الشعر الجيد في حذ ذاته العظيم المسبوك بطريقة جيدة هو في حذ ذاته احتفاء بالعربية لأننا من خلاله نبرز القيم الجمالية الصوتية لرنين الشعر العربي أي الأوزان وكذلك المعاني والموضوعات خاصة مع بعض البحور الشعر العربي التي يظن أنها مظلومة يعني يقال عليها كثيرا فالمطلوب أيضا أن نجدد هذه العلوم في الشعر وأيضا أن نثري السمع العربي بهذه الأوزان الجديدة تأتي هذه الأمسية ضمن البرامج المهمة لبيت الشعر بدائرة الثقافة وضمن مشروع الشارقة الثقافي الذي يحظى برعاية ودعم من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله طبعا هذه المشاركة الأولى في اليوم العالم اللغة العربية وفي بيت الشعر في الشارقة المشاركة إن شاء الله ستتضمن عدة قصائد قد لا نتغنى فيها باللغة العربية وإنما نتغنى بالأشياء التي كتبناها باللغة العربية هي فرصة جميلة للقاب الشعراء من الأماكن المختلفة من الدول المختلفة قد تكون أيضا فرصة لتبالل التجارب الشعرية قد تكون فرصة لتكوين علاقات أيضا مع شعراء من الأماكن مختلفة سعيدة كثير أنه صادفت أنه اليوم العالمي لللغة العربية يعني هاي اللغة اللي أنا دايماً بسميها لغة الروح لكل لغة مزاج واللغة العربية هي لغة الروح حتى أني في كثير من المرات بشفق على الناس التي تتحدث لغات أخرى غير العربية أنهم كيف بقدروا يتواصلوا روحانياً مع نفسهم طبعاً أنا رح أقدم قصيدة اليوم عن اللغة العربية بدايتاً وطبعاً ما ننسى أنه إحنا في توقيت بالزامن في قضية القدس وأنا كفلسطينية رح أقدم وخلي مجموعة كبيرة من قصائد تتمحور حول القدس أمسية الشعرية احتفت باللغة العربية إحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم لغة الفصاحة والبلاغة والبيان ولغة المفردات الجميلة تلك اللغة التي لا زالت تحمل بين ثنايا حروفها الكثير من الأسرار لتجعلك تقف أمامها حائراً معجباً ببلاغتها اشتركوا في القناة